بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس التاسع من دروس تفسير سورة المائدة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الحادية عشرة وما بعدها إلى الآية السادسة عشرة من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يقول الإمام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وفيه مسائل المسألة الأولى في سبب نزول هذه الآية وجهان الأول أن المشركين في أول الأمر كانوا غالبين والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين ولقد كان المشركون أبدا يريدون إيقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوي الإسلام وعظمت شوكة المسلمين فقال تعالى أذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم وهم المشركون أي يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والنهب والنفي فكف الله تعالى بلطفه ورحمته أيدي الكفار عنكم أيها المسلمون ومثل هذا الإنعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه ومخالفته ثم قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي كونوا مواظبين على طاعة الله تعالى ولا تخافوا أحدا في إقامة طاعات الله عز وجل الوجه الثاني أن هذه الآية نزلت في واقعة خاصة ثم فيه وجوه الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما والكلبي ومقاتل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى بني عامر فقتلوا ببئر معونة إلا ثلاثة نفر أحدهم عمر بن أمية الضمري وانصرف هو وآخر معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبراه خبر القوم فلقيا رجلين من بني سليم معهما أمان من النبي صلى الله عليه وسلم فقتلاهما ولم يعلم أن معهما أمانا فجاء قومهما يطلبون الديا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حتى دخلوا على بني النظير وقد كانوا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان مني فلزمني ديتهما فأريد أن تعينوني فقالوا اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تريد ثم هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال مع أصحابه وخرجوا فقال اليهود إن قدورنا تغليه فأعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد نزل عليه الوحي بما عزموا عليه قال عطاء تآمروا على أن يطرحوا عليه رحا أو حجرا وقيل بل ألقوا فأخذه جبريل عليه السلام والثاني قال آخرون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس عنه وعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة فجاء أعرابي وسل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه وقال من يمنعك مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قالها ثلاثة فأسقطه جبريل عليه السلام من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني فقال الأعرابي لا أحد ثم صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم فأخبرهم وأبى أن يعاقبه وعلى هذين القولين فالمراد من قوله تعالى أذكروا نعمة الله عليكم تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكروه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن والوجه الثالث روي أن المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان فلما صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا بهم في أثناء صلاتهم فقيل لهم إن للمسلمين بعدها صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم يعنون صلاة العصر فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها فنزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف المسألة الثانية يقال بسط إليه لسانه إذا شتمه وبسط إليه يده إذا بطش به ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به ألا ترى أن قولهم فلان بسيط الباعي ومديد الباعي بمعنى واحد فكف أيديهم عنكم أي منعها أن تصل إليكم قلت ومما يؤكد المعنى المذكور قوله تعالى على لسان أحد ابني آدم عليه السلام لإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وقوله تعالى في أول سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الثانية عشرة وهي قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل يقول الإمام قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فيه مسائل المسألة الأولى اعلم أن في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوها الأول أنه تعالى خاطب المؤمنين فيما تقدم فقال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل أولئك اليهود في هذا الخلق الذميم لألا تصيروا مثلهم فيما نزل بهم من اللعن والذلة والمسكنة والثاني أنه لما ذكر قوله أذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وقد ذكرنا في بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في اليهود وأنهم أرادوا إيقاع الشر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أنهم أبدا كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق الثالث أن الغرض من الآيات المتقدمة ترغيب المكلفين في قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل المسلمين كما كلفهم ليعلموا أن عادة الله عز وجل في التكليف والإلزام غير مخصوصة بهم بل هي عادة جارية له مع جميع عباده المسألة الثانية قال الزجاج النقيب فعيل النقيب على وزن فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا هكذا قال الله عز وجل إذن النقب هو الثقب الواسع يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل لأنها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها ونقبت الحائط أي بلغت في النقب إلى آخره ومنه النقبة من الجرب لأنه داء شديد الدخول وذلك لأنه يطل البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمه والنقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها ويقال كلب النقيب وهو أن تنقب حنجرته لألا يرتفع صوت نباحه وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لألا يطرقهم ضيف إذا عرفت هذا فنقول النقيب فعيل والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول فإن كان بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها هذا إن قلنا بأن فعيل بمعنى الفاعل وقال أبو مسلم النقيب هاهنا فعيل بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بهم ونظيره أنه يقال للمضروب ضريب وللمقتول قتيل بمعنى مضروب ومقتول وقال الأصم هم المنظور إليهم والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم المسألة الثالثة أن بني إسرائيل كان 12 سبطا فاختار الله تعالى من كل سبط رجلا يكون نقيبا لهم وحاكما فيهم وقال مجاهد والكلبي والسدي إن النقباء بعثوا إلى مدينة الجبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى نبيهم موسى عليه السلام فلما ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا فحدثوا قومهم وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط إفرافيم بن يوسف وهم الذان قال الله تعالى فيهما قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ثم قال تعالى وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وفيه مسائل المسألة الأولى في الآية حذ والتقدير وقال الله لهم إني معكم إلا أنه حذف ذلك لاتصال الكلام بذكرهم المسألة الثانية قوله إني معكم خطاب لمن فيه قولان الأول أنه خطاب للنقباء أي وقال الله للنقباء إني معكم والثاني أنه خطاب لكل بني إسرائيل وكلاهما محتمل إلا أن الأول أولى لأن الضمير يكون عائدا إلى أقرب المذكورات وأقرب المذكورات هاهنا النقباء والله أعلم المسألة الثالثة أن الكلام قد تم عند قوله وقال الله إني معكم والمعنى إني معكم بالعلم والقدرة فأسمع كلامكم وأرى أفعالكم وأعلم ضمائركم وأقدر على إيصال الجزاء إليكم فقوله إني معكم مقدمة معتبرة جدا في الترغيب والترهيب ثم لما وضع الله تعالى هذه المقدمة الكلية ذكر بعدها جملة شرطية والشرط في هذه الجملة مركب من أمور خمسة وهي قوله فإن أقنتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا وجزاء هذا الشرط هو قوله لأكفرن عنكم سيئاتكم وذلك إشارة إلى إزالة العقاب وقوله وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وهو إشارة إلى إيصال الثواب مثلا الشرط مؤلف أو مركب من خمسة أمور والجزاء مركب من أمرين لأكفرن عنكم سيئاتكم وذلك إشارة إلى إزالة العقاب وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وهذا إشارة إلى إيصال الثواب وفي الآية سؤالات السؤال الأول لما أخر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم عليهم الإيمان أساس قبول الأعمال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الأعمال والإيمان مقدم عليهما فلما أقر الإيمان بالرسل في الذكر عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجواب أن اليهود كانوا مقرين بأنه لابد في حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل عليهم السلام والسؤال الثاني ما معنى التعزير والجواب قال الزجاج العزر في اللغة معناه الرد وتأويل عزرت فلانا أي فعلت به ما يرده عن القبيح ويزجره عنه ولهذا قال الأكثرون معنى قوله وعزرتموهم أي نصرتموهم وذلك لأن من نصر إنسانا فقد رد عنه أعداءه قال ولو كان التعزير هو التوقير لكان قوله تعالى في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه لكان قوله وتعزروه وقوله وتوقروه تكرارا والسؤال الثالث قوله وأقرضتم الله قرضا حسنا دخل تحت إيتاء الزكاة فما الفائدة في الإعادة والجواب المراد بإيتاء الزكاة الواجبات الإنفاق الواجب وبهذا المراد بالإقراض الصدقات المندوبة وخصها الله عز وجل بالذكر تنبيها على شرفها وعلو مرتبتها قال الفراء ولو قال وأقرضتم الله إقراضا حسنا لكان صوابا أيضا إلا أنه قد يقام الاسم مقام المصدر ومثله قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن ولم يقل بتقبل حسن وقوله بعد ذلك وأنبتها نباتا حسنا ولم يقل إنباتا حسنا وكذلك قوله في سورة نوح والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا ثم قال تعالى فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل أي أخطأ الطريق المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه الله تعالى لهم فإن قيل من كفر قبل ذلك أيضا فقد ظل سواء السبيل فلماذا قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل إن قيل من كفر قبل ذلك أيضا فقد ضل سواء السبيل قلنا أجل ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنما عظم قبحه لعظم النعمة المكفورة فإذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما لأن الغنى بالغرب ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الثالثة عشرة وهي قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فقال قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فيه مسألتان المسألة الأولى في نقضهم الميثاق وجوه الأول بتكذيب الرسل وقتل الأنبياء عليهم السلام الثاني بكتمانهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم الثالث مجموع هذه الأمور المسألة الثانية في تفسير اللعن وجوه الأول قال عطاء لعناهم أي أخرجناهم من رحمتنا الثاني قال الحسن ومقاتل مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير وقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربنا الجزية عليهم ثم قال تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه وفيه مسائل المسألة الأولى قرأ حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء بغير ألف على وزن فعيلة والباقون بالألف والتخفيف وفي قوله قسية وجهان أحدهما أن تكون القسية بمعنى القاسية إلا أن القسية أبلغ من القاسي كما يقال قادر وقدير وعالم وعليم وشاهد وشهيد فكما أن القدير أبلغ من القادر فكذلك القسي أبلغ من القاسي والثاني أنه مأخوذ من قولهم درهم قسي على وزن شقي أي فاسد رديء قال صاحب الكشاف وهو أيضا من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصين فيه مالين والمغشوش فيه يبس وصلابة وقرأ قسية بكسر القاف للإتباع المسألة الثانية قال أصحابنا وجعلنا قلوبهم قاسية أي جعلناها نائية عن قبول الحق منصرفة عن لانقياد للدلائل وقالت المعتزلة وجعلنا قلوبهم قاسية أي أخبرنا عنها بأنها صارت قاسية كما يقال فلان جعل فلانا فاسقا أو عدلا ثم إنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذا التحريف يحتمل التأويل الباطل ويحتمل تغيير اللفظ وقد بينا فيما تقدم أن الأول أو لا لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ يشير الإمام هنا إلى قوله تعالى في سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ثم قال تعالى ونسوا حظا مما ذكروا به قال ابن عباس رضي الله عنهما أي تركوا نصيبا مما أمروا به في كتابهم وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم وفي الخائنة وجهان الأول أن الخائنة بمعنى المصدر أي بمعنى الخيانة ونظيره كثير كالكافية والعافية وقال تعالى فأهلكوا بالطاغية أي بالطغيان وقال ليس لوقعتها كاذبة أي كذب وقال لا تسمع فيها لاغية أي لغوة فهنا هذه الكلمات جاءت بمعنى المصادر وتقول العرب سمعت راغية الإبل وثاغية الشا يعنون رغاءها وثغاءها وقال الزجاج ويقال عافاه الله عافية والثاني أن يقال الخائنة صفة والمعنى تطلع على فرقة خائنة يعني حذف الموصوف وأقام الصفة مقامة أو نفس خائنة أو على فعلة ذات خيانة وقيل أراد الخائن والهاء للمبالغة كما في علامة ونسابة قال صاحب الكشاف وقرئ على خيانة منهم ثم قال تعالى إلا قليلا منهم وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه وقيل يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقوا على الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه ثم قال فعف عنهم وصفح وفيه قولان الأول أنه منسوخ بآية السيف وذلك لأنه عفو وصفح عن الكفار ولا شك أنه منسوخ بآية السيف والقول الثاني أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان أحدهما المعنى فعف عن مؤمنيهم ولا تآخذهم بما سلف منهم والثاني أن إذا حملنا القليل على الكفار منهم الذين بقوا على الكفر ولم ينقضوا العهد فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عنهم ويصفح عن صغائر زلاتهم ما داموا باقين على العهد وهو قول أبي مسلم الأصفهاني ثم قال تعالى إن الله يحب المحسنين وفيه وجهان الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا عفوت فأنت محسن وإذا كنت محسنا فقد أحبك الله والثاني أن المراد بهؤلاء المحسنين المعنيون بقوله إلا قليلا منهم وهم الذين ما نقضوا عهد الله تعالى والقول الأول أولى لأن على القول الأول ينصرف قوله تعالى إن الله يحب المحسنين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم هو المأمور في هذه الآية بالعفو والصفح وأما على القول الثاني فينصرف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الأول أو لا ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الرابعة عشرة وهي قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فقال المراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض المواثيق من عند الله وإنما قال ومن الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل ومن النصارى لأنهم إنما سموا أنفسهم بهذا الاسم ادعاء لنصرة الله تعالى وهم الذين قالوا لعيسى عليه السلام نحن أنصار الله فكان هذا الاسم في الحقيقة اسم مدح فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين بها عند الله تعالى وقوله أخذنا ميثاقهم أي مكتوب في الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنكير الحظ في هذه الآية يدل على أن المراد به حظ واحد وهو الذي ذكرناه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما خص الله عز وجل هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثير مما أمرهم الله تعالى به لأن هذا هو المعظم والمهم وقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي ألصقنا العداوة والبغضاء بهم يقال أغري فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق به ويقال لما التصق به الشيء الغراء وفي قوله بينهم وجهان أحدهما بين اليهود والنصارى والثاني بين فرق النصارى لأن بعضهم يكفر بعضا إلى يوم القيامة ونظيره قوله تعالى أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم بأس بعض وقوله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وعيد لهم ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الخامسة عشرة وهي قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فقال اعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم العهد وتركهم ما أمروا به دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الكتاب والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى وإنما وحد الكتاب لأنه خرج مخرج الجنس ثم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين الأول أنه يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون قال ابن عباس رضي الله عنهما أخفوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأخفوا أمر الرجم ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لهم وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا ولم يتعلم علما من أحد فلما أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخبارا عن الغيب فيكون معجزا ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ الوصف الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ أي لا يظهر كثيرا مما تكتمونه أنتم وإنما لم يظهره لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين والفائدة في ذكر ذلك أن يعلموا كون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بكل ما كانوا يخفونه فيصير ذلك داعيا لهم إلى ترك الإخفاء لألا يفتضحوا ثم قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفيه أقوال الأول أن المراد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب القرآن والثاني أن المراد بالنور الإسلام وبالكتاب القرآن الثالث النور والكتاب هو القرآن يقول الإمام هذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وتسمية محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة لأن النور الظاهرة هو الذي يتقوى به البصر على إدراك الأشياء الظاهرة والنور الباطن أيضا هو الذي تتقوى به البصيرة على إدراك الحقائق والمعقولات ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية السادسة عشر وهي قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فقال يهدي به الله أي بالكتاب المبين من اتبع رضوانه أي من كان مطلوبه من طلب الدين اتباع الدين الذي يرتضيه الله تعالى يقول من اتبع رضوانه أي من كان مطلوبه من طلب الدين اتباع الدين الذي يرتضيه الله تعالى وأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما ألفه ونشأ عليه وأخذه من أسلافه مع ترك النظر والاستدلال فهو غير متبع رضوان الله تعالى ثم قال تعالى سبل السلام أي طرق السلام ويجوز أن يكون على حذف المضاف أي سبل دار السلام ونظيره قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ومعلوم أنه ليس المراد هداية الإسلام بل الهداية إلى طريق الجنة وأقول يؤكد هذا المعما قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ثم قال تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه كما يتحير في الظلام ويهتدي بالإيمان إلى طرق الجنة كما يهتدي بالنور وقوله بإذنه أي بتوفيقه والباء تتعلق بالاتباع أي اتبع رضوانه بإذنه ولا يجوز أن تتعلق بالهداية ولا بالإخراج لأنه لا معنى له فدل ذلك على أنه لا يتبع رضوان الله تعالى إلا من أراد الله عز وجل منه ذلك وقوله تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو الدين الحق لأن الحق واحد لذاته ومتفق من جميع جهاته وأما الباطل ففيه كفرة وكلها طرق معوجة قلت ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية السادسة عشرة ونقف عند الآية السابعة عشرة وهي قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين